قبل ما نبدأ المحاضرة أفكركم بشوية ثوابت مهمة جداً في النصوص أول ثابت في النصوص قلتلك إن فيه تجهن في النصوص في الشغل إن في بعض الناس بتهتم بالنص المتحرر فقط يعني أنا أدخل أو مشرح نص المساء في 10 دقايق أدي فكرة عامة على نص المساء وبعد ما أدي فكرة عامة على نص المساء أبدأ أحل معك قطعة أو اثنين أو ثلاثة وهيكونوا الخليل مطران لأن من المميزات ومن النعم اللي عندنا وهنستغلها جداً النهاردة إحنا ما عندناش في المدرسة أصلاً غير خليل مطران بس يعني خليل مطران فقط هو اللي موجود عندنا في المدرسة الأحشاء دي الأجهزة الكلة والكبد والمعدة الأمعاء فأنت بتقول إزاي إزاي الحزن والظلام والسواد يكون داخل الأحشاء قول داخل صدري قول داخل نفسي قول داخل قلبي استنوني يعني أنتوا عايزت تقول داخل قلبي آه خلاص له العذر حيث يعدوا القلب أحياناً من الأحشاء ده رأي النقار رأي أنا غير كده خاطر إذا ممن الله عليه بالشفاء في ليلة من آلامه النفسية تشتعل آلامه الجسدية وإذا ممن الله عليه بالشفاء في هذه الليلة من آلامه الجسدية فتشتعل آلامه النفسية عشان كده مش عارف يغمط عينيه لو المرض النفسي هادي جسده يبدأ يتألم ويعاني من المرض الجسدي والعطوي فيقوم يدور على الدواء فبلاو ربنا بقى النهار ده رزقه بشفاء الجسد يبدأ آلامه النفسية تشتعل بس مش لقيلها الدواء إذا هو في الحالتين مش عارف يناد لإنه عنده نوعين من الشوائد مش عارف يغمط عينه حاجة اسمها المرض النفسي وحاجة اسمها المرض الجسدي إيه الروع اللي إنت فيها دي إيه الشغل العالي ده المفروض كان قال دموع جمع قصرة ما توضحي أكتر يا مستر هوضح لك حالة نوع طبعا ده بيبكي على نفسه هو الإنسان ما يجي يبكي على نفسه يبكي أدموع أدموع ده جمع قلة في النحو المفروض يبكي دموع ده انت بخيل قوي هتبكي على نفسك أدموع ده الواحد أما بيعرف بس إن هو هتعبان والدكتور بيشك في حاجة قد كده ويقول له عميل لي تحاليل ده انت بيجي لك حالة من الهلع وحالة من الرعب وحالة من الخوف فتقول هو فيه إيه هموت أقول لك لا بعد الشر ما تخافش ده بس أنا عايزة تطمن على حاجة معينة لما تيجي تبكي على نفسك تقول أدموعي الأدموع جمع قلة وكان من الأحرى ومن الأفضل ومن الأولى أن يقول دموع الدموع جمع كثرة لأنه يبكي على نفسك واحد زي خليل مطران أقول رقيق أقول حساس أقول موهوب يبقى كلمة رقيق وحساس وموهوب وحزين دي كلها ملامح شخصية ولكن ليست سيمات اسلوبية يهمني قبل ما تبصوا في الإجابات تكونوا مترجمين يعني يهمني قبل ما تبصوا في الإجابات تكونوا مترجمين إنت بتعملوا إيه وتكون مترجم إنت شغال إزاي عشان ده مهم جدا إلي أنت تكون محدد وفاهم كل حاجة ده بالنسبة لي مهم جدا 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 أحمد شوقي عشان أمير شوكت يقول لي شوقي يا عم أمير ده قاعد يتكلم سبع تمن أبيات على الصبا والصغر وسحالي معاه في الصبا والصغر وفجأة اقلب بسرعة على الاستعمار فعشان كده قلت تجربة تحولت ذاتية إلى عم هو أنا عم بعمل رسالة ماجستير يا عم أمير أنا عايز تجربة يا أم زاتية يا أم عم طب ما هو تجربة ذاتية تجربة ذاتية تعبر عن صاحب اللي حب هو خليل مطران ومش عايز أقول مطران أنا عايز أقول مطران نبقى مختلفين اللي أحب هو خليل مطران واللي أخفق في حبه خليل مطران واللي كان بيعاني من الألم والمرض هو خليل مطران واللي هيموت هو خليل مطران وبعد كده كل نصين هيباني حاجة اسمها صورة ممتدة وبعد الصورة الممتدة صورة مركبة متدخلة أو صورة مركبة متدخلة وبعد كده صورة ممتدة كل مدرسة بتهتم بصورة من الصور الحاجات اللي انا بقولها دي بقى دي الحاجات الترندات في شهر خمسة بس عشان انت تاخد بقى دي في شهر خمسة دي انا بطالها بقى وقعد في البيت وخلاص